في مديرية المسراخ التابعة لقبهة تائزة الغربية تتواصل جهود التصدي لمخاطر الألغام بأكثر من وسيلة نشاط استكشاف ونزع الألغام يقوم به فريق متخصص تابع للواء 35 مدرع يحقق تقدما متواصلا في المنطقة كل يوم نقوم بنزع الألغام الذي سرعى الحوثي بشكل عشوائي وليس منظم ويعانون المواطنين بكثرة من هذه الألغام والفريق يقوم بعمل متواصل وهذه تشتي إمكانية كبيرة لكي يقوم الفريق بإنقاذ كثير في المقابل تبذل المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام جهودا توعوية متعددة الأساليب والآليات تم جمع كمية كبيرة من الألغام من ديرية المسراخ ونتوقع أن تكون هناك كميات كبيرة أخرى موجودة تحت الأرض وأخرى بأيدي المواطنين وهذا ما تسعى المنظمة الوطنية لمكافحة الألغام في هذه المرحلة للعمال حوله وتقنيب المواطنين من أبناء مديرية المسراخ والقراء والمديرية المقاورة لها خطار هذه الكارثة في هذه المديرية زرع الإنقلابيون الألغام في كل مكان ما يجعل مخاطر الحرب مستمرة حتى ما بعد التحرير